بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب البيوع البيع شرعاً هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير رباً وقرب أركان البيع وشروطه أقسام العقود أولاً عقود المعاوضة كالبيع والإجارة ثانياً عقود التوثيق كالرهن والضمان ثالثاً عقود التبرع كالقرض والهبة والوصية والصدقة أركان البيع أولاً العاقدان وهما البائع والمشتري ثانياً المعقود عليه وهو المبيع ثالثاً الصيغة وتكون قولية بالإيجاب والقبول وفعلية بالأخذ والإعطاء الأصل فيه أي البيع الحل قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع وشروط البيع مدارها على ثلاثة أمور الظلم والربا والغرر فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر شروط البيع أولاً الرضا من المتعاقدين ثانياً أن لا يكون غرر أي جهالة في الثمن أو المثمن ثالثاً أن يكون العاقدان مالكين أو مأذوناً لهما في التصرف رابعاً أن يخلو البيع من الربا خامساً أن لا يكون الثمن أو المثمن محرمين بعض البيوع المنهي عنها أولاً البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد الأذان الثاني ثانياً بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية أو يستخدمها في المحرمات ثالثاً بيع المسلم على بيع أخيه أو الشراء على شرائه رابعاً بيع العينة خامساً بيع المبيع قبل قبضه سادساً بيع الثمار قبل بدو صلاحها فمن أعظم الشروط الشرط الأول الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فإن كان الإكراه على البيع بحق السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً له فيه وهو بالغ رشيد عاقل الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضاً أن لا يكون فيه ربا أنواع الربا أولاً ربا الفضل وهو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا ثانياً رباً نسيئة وهو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربا رواه مسلم الأصناف الربوية ستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بموزون 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 من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق وإن بيع موزون بموزون بموزون ستة أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل أي الجهل بالتساوي بينهما هو كالعلم بأن أحدهما يزيد على الآخر كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أو سق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم شروط جواز بيع العرايا أولا ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر ثانيا أن تكون خمسة أو سق فأقل ثالثا أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر رابعا أن يكون محتاجا للرطب للأكل لا يريد أن يبقيه إلى أن يثمر خامسا أن يكون الرطب على رؤوس النخل الشرط الخامس ومن الشروط أن لا يقع العقد على محرم شرعا إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم كأن يقول لمن اشترى هاتفا بعشرة أنا أعطيك مثله بتسعة والشراء على شرائه كأن يقول لمن باع هاتفه بتسعة أنا أشتريه منك بعشرة والنجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر بالبائع أو المشتري أو كليهما متفق عليه ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحيم في الرقيق أخرجه الترمذي وابن ماجه ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بمشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلق الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم وقال من غشنا فليس منا رواه مسلم ومثل الربى الصريح أولا التحيل عليه بالعينة بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس ثانيا أو التحيل على قلب الدين ثالثا أو التحيل على الربى بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا رابعا ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة لأن الرطب أثقل من التمر ويستثنى من هذا بيع العرايا بشروطه كما تقدم قريبا ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر